اشتركوا في القناة كل ما يقول به لأنه للأسف الشديد المرأة في مصر حقها مهضوم سواء في مؤخر صداء ما بيردوش يكتبه مؤخر كبير عشان المأزوم ما ياخدش مبالغ كبيرة مع أن ده حقها حق السعية اللي طرح في الفترة الأخيرة دي هو ما هوش حاجة جديدة احنا بنتكلم فيها هو موجود بس الفكرة فكرة ان ما كانش حد بفكر فيه لأن احنا مش شون عرف يعني العرف في المجتمع المصري ان الست تتجوز تطبخ وتكنس وتربع ياله وفي الآخر ممكن جزء يروح يتجوز عليها إنما احنا الأولنا هنتكلم بما يرد الله وبالعدل آه طبعا يطبق ويتم الاتفاق عليه ويتم النص عليه من الأول وزيما الراجل له حق السيطة كمان لا حق هو أصلاً أصلاً الزمة المالية للمرأة لابد أنها تكون منفصل وده تبقى للشريعة الإسلامية أو تبقى للدين الإسلامي لابد أنها تكون منفصل وإذا كانت المرأة بتساعد في حاجة في البيت فده مسألة اختيارية مسألة اختيارية رجع عليها هي ولكن لا تفرض عليها أسمح بيال أنها يديرها من حول المرأة حول المرأة عشان لو مثلاً يبحث في خلاف بين الزوجة أو زوجة تمام؟ لها الشرط معينة لأن إيه كمسلاً كعيرة أو كمارة أو أي حاجة لك الشرط بتاعتها فده لها نظام معينة لها لا معا طبعاً لازم المرأة طبعاً لازم كل حد بقى لي الزمن المالية بتاعته لأنها ما تبقاش هي بتشتغل وبتجيب فلوس وفي الآخر حد يأخدها منها لا ما شاء الله تصرفها فين وانا تيجي منها خلصها أصني هي شغالة طبعاً هي شغالة فلوسها حقها أنا مش حاجة أقول لها تصرفي فلوسك في إيه وبعدين طبعاً أنا متجوز أنا اللي مسؤول عن البيت حقها أن هي تشتغل ويبقى عندها دخل مستقل بس ياريد ده ما يخليهاش هي يتعامل الراجل من منطلق أن إحنا الاتنين رأس برأس من العيل تاني من أخونا المواطن الأخير قال ما خليش داي يدي لها إحساس أن من حقها يتعامل الراجل وكأنها رأس برأس مواطن درجة تانية مثلاً حتى قالك أنها مخلوق أدنى على كل خلونا نرحب وبشدة بضفنا العزيز فقهنا المفضل فضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر منورنا مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم وأنا معك في التعقيب على التقرير في آخره يعني الست زي زي الرجل بالزبط رأس برأس قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال صدق رسول الله صدق رسول الله عليه السلام والسلام طيب بما أن احنا كنا بنفرج من شوية على هذا أو دلوقتي يعني على هذا التقرير في حق الكد والسعاية والزمم المالية هل من حق المرأة أن تنفصل بذمتها المالية عن الزوج بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى للرجال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا هذا النص وغيره من النصوص بيدل على استقلالية المرأة في التشريع الإسلامي من الناحية المالية يا سيد الكريم ده حتى إذا أخذت المهر المهر أصلا ليس لا للأب ولا للأخ كما في بعض الدول لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن الصداق أو المهر وآتوا النساء صدقاتهن نحل يعني عطية وتكريم فالمرأة إذا بلغت سن الرشد مثلها مثل الرجل قال لبالك عندنا البلوغ ده تكليف العبادات الرشد بعد البلوغ ده حسن التصرف في إدارة الأموال أو المعاملات المالية لقول الله تعالى في صورة النساء فإن آنستم منهن الوليه تم يعني رشدا فادفعوا إليهم أموالهم أو كل محجور عليه يعني يمنع من التصرف في مالي حتى يبلغ سن الرشد ويقدر للأنسة بثمانية عشر عاما وللذكر بواحد وعشرين عام وسبحان الله المرأة بترشد قبل الرجل قبل الرجل حتى لا يكون في ظلم يعني المرأة يعني حتى في العبادات مثلا هي بتتعطل عن أداء الصيام والصلاة أثناء الحد والنفاس لو أحصيت مدة ما تتوقف فيها تجد أن المدة تقريبية لأنها بترشد قبل الرجل 18 سنة والرجل 21 سنة فنيجي بقى حضرتك أولا الإسلام يكاد ينفرد بين الشرائع سواء التي كانت قبله سواء التي كانت منسوبة إلى السماء أو وضعية من البشر حتى سبقت أن بعض أو كثير رح أقصد أو معظم النظم المعاصرة بأنه جعل يعني الإسلام للمرأة الذمة المالية المستقلة يعني بمعنى حضرتك أبي سببه يعني لها أن تبيع وأن تشتري وأن تتاجر وأن 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 تتصرف في حدود الأحكام الشرعية ولا دخل للرجل مطلقا سواء كان زوج سواء كان أب سواء كان أخ إلى أخره في زمتها المالية لها الاستقلالية كاملة يجيش بقى يقول لها لا أنت مراطي بقى الفلوس تتحط معي لا 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 أبدا أنت بنتي فتدفعي لي المبلغ المبلغ ممنوع قولا واحدا وهذه أعراف في بعض البيئات فاسدة تصادم النصوص الشرعية وما استقر عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه و أصحابه أن المرأة كانت و لا تزال و ستظل بإذن الله في ظلال الإسلام لها الذمة المالية المستقلة يعني شوف حضرتك مثلا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه و آله السيدة خديجة رضي الله عنها و أرضاها كانت تتاجر و كانت صاحبة أموال سواء قبل الزواج أو أثناء الزواج أو بعد الزواج لكن ما أخذ النبي أموالها أبدا لما دخلت عفوا زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و على النبي صلى الله عليه وسلم و الحديث فينا للأوطار للشوكاني و بعدين قالت له يا رسول الله عليه السلام إن عبد الله يزعم أنه أولى بصدقة مالي قال لها نعم و لك أجر و صلة يبين عبد الله بن مسعود لم يصادر مال زوجتي و لما تصدقت نعم و قال لك أجر يعني أجر الصدقة و صلة يعني صلة الرحم لأنه هو فقير و هي غنية خلي بالك هنا الزوجة غنية لكن تحتفظ بأموالها و الزوج هنا لو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقير و لكن لم يصادر أو لم يصطو على أموالها هذا هو صحيح الإسلام أما إذا وجدت بيئات أو بعض الثقافات أو بعض الأفكار الأحادية لا يحسب على الإسلام لا من قريب ولا من بعض حلو أنا عايزة استأذن هروح لفاصل و نرجع بعض الفاصل هسأل وما حكم الإجبار فإن أجبر الزوج زوجته على إنها تدفع له مثلا أربحها أو مهيتها أو 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 كذا الحال في حال الأب أو في حال الأخ إلى آخره أن يجبر الفتاة أو السيدة على إنها تدي له فلوسها عرقها و شاءها زي ما بيتقال فاصل و نكمل الكلام أهلا بحضراتكم مرة تانية كل الترحيب بضفنا العزيز مولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزر و كنا بنسأل مولانا وما هو حكم الإجبار إن أجبر الأب بنته أو الأخ أخته أو الزوج زوجته على إنه تدي له الفلوس اللي هي بتكسبها أو ورسها شوف سيدنا الكريم النص القرآني واضح وضوح الشمس في عالية النهار وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ في هذا الإجبار باطل أدي آية لسه بقى في حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس يا ما كان في جيل الصحابة صحبيات نساء من أصحاب الأموال والثروة ولكن الصحابة وآل البيت رضي الله عن الجميع عرفوا قواعد الإسلام كان الرجل شوف أموال زوجته لنفسها دون أن يتدخل فيها ولا يجبرها على أنها حتى تسايم في مصروف البيت إطلاق لكن كانت طواعية يعني شوف ستنا خديجة عليها رضوان الله أم المؤمنين الكبرى والأولى فشوف ستنا خديجة الرسول لما يسنى عليها أنها كانت تفعل طواعية يقول لي صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها صدقتني حين كذبني الناس وآمنت بي حين كفر بي الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد هنا حط خط أو مليون خط تحت وواستني بمالها يبقى دل ذلك على أن سيدة خديجة عليها رضوان الله كانت تواسي عن طيب خاطر عن طيب إيه؟ خاطر هم طيب خاطر خدت بال حضرتك برضاها نعم وبحب طبعا إنما حضرتك عراف بيئية أو ثقافات وافدة على طبيعة الشعب المصري على وجه الخصوص بتنال من استقلالية زمة المرأة مرفوض ذلك شكلا ومعطوها طيب ماذا لو زين لها من الآخر كده لف ودار وفهمها أي كلام في الأي كلام حتى يأخذ هذه الأبوال شوف يا سيدنا هنحتكم تاني للقرآن الكريم فاجتنبوا الركسة من الأوثان واجتنبوا قول الزور أيوة أنت تعرف زي إيه؟ زي ما بيعطي بعض المتسلفة يقول المرأة إيه في التعداد هذا شرع الله وزيء وتلك سنة هو شرع الله باسم السنة خلي بالك التعدد أهو شرع الله بس مباح إنما ليس سنة يوم هو عايز بقى يخوفها بشعار السنة ولقاته خالفين سنة رسول الله هي ما السنة التعدد من السنة هو مشروع لكن ليس سنة حتى وهو مشروع فهو مشروط 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 للنساء سن من إيه؟ من إيه؟ جبته من إيه؟ كل أحاديث الختان يقروا بس كتاب نيل الأوطار للشوكاني أنا بقوله المرجع جميع أحاديث ختان الإناس فيها مطاعن لم يصح فيها حديث واحد شوف لم يصح فيها حديث واحد خدت بالحضرتك وبعدين بس لو أنه مش موضوع الحلقة وبعدين هتجد أن الخفاض أصلا كان عملية تجميلية إذا وجدت المختضيات والدواعي صدقت إنما يأتي بعض الجهلاء في الريف والصعيد وهنا وهنا وعندين يقول لك إيه؟ ده سنة فكثير يا سيد الكريم من المفاهيم المغلوطة ودي ألف باء تجديد الخطاب الديني الذي نادى بيه السيد الرئيس عفتاح السيسي حفظه الله اللهم بلغنا رمضان وكلها يعني بقت أيام كده بتجري ونتقبل في رمضان بإذن الله شبحانه وتعالى وكل صامت طيبة مولانا على الجميع وعلى مصر والإنسانية جميعا الله أمين يا رب العالمين نورتنا وشرفتنا كمجرد عادة مولانا كل شكر لغفنا العزيز صاحب البيت صاحب الدار كده مولانا الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر لو كان لنا العمر نقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة